الكاس العالم الحقيقة زي ما قلت لحضراتكو عندنا مشوار طويل مع النادي الاهلي في البطولات المحلية أو بطولة الدوري الحقيقة 9 مباريات في 27 يوم النادي الاهلي ماشي بخطوات جيدة جدا على مستوى النتائج طبعا حضراتكو شايفين ده تدريب النهاردة بيوصل الاستعدادات للمباراة المنتظرة غدا إن شاء الله الساعة 7 أمام نادي الزمالك لكن أنا حابب أقول إن المشوار المؤجلات الحقيقة مشوار صعب جدا هيتقولوا لي إزاي صعب يعني النادي الاهلي عنده لسه مؤجلات وبالتالي ده عنده فرصة أنا بتكلم دايما الحقيقة المؤجلات دي عاملة ضغط كبير جدا أولا على الجهاز الفني على اللعيبة لأن خلاص أنت ما عندكش رفاهية إن أنت تنزل مباراة وتتعادل فيها حتى التعادل بالنسبة لك غير مرضي وبالتالي النادي الاهلي مطالب في كل مباراة من المباريات أعتقد ناقص حوالي 6 مباراة مؤجلة مطالب بشكل كبير إنه لازم يفوز بكل هذه المباريات لصدارة الدور الممتاز على الجانب الآخر الحقيقة نادي بيرامز ماشي بشكل أكتر من رائع بيحقق تقريبا 11 أو 12 فوز على التوالي وبالتالي كمان ده بيعمل ضغط على اللاعبين قدامنا طبعا النجم الكبير علي معلول بيتابع تدريبات النادي الأهلي اللي كانت النهاردة استعدادت لمباراة الغد إن شاء الله فعايز أقول لحضراتكم الضغط الكبير ده ممكن جدا بيأثر على اللاعبين الضغط اللي إحنا عارفينه الجهاد وتواصل المباراة كل 3 أيام مباراة فبالتالي قد يكون المستوى الفني مش مرضي لبعض الناس لكن الحقيقة النتيجة هي الأساسية يعني في الظروف اللي إحنا بنمر بيها والنادي الأهلي عنده 9 مباراة في 27 يوم حقيقة مش مطلوب قوي إنك تلعب كرة حلوة يعني لكن المطلوب إنك تخلص إنك تكسبت 3 نقاط هو ده الحقيقة الهدف الأساسي وارد جدا أو يعني إحنا نحب إن إحنا نشوف كرة جميلة ونشوف استحواز ونشوف أهداف ونشوف فوز لكن حقيقة كل العزر اللي الجهاز الفني واللعيبة اللي بتقوم الحياة بمجهود رهيب على المستوى البدني على المستوى الزهني بنشوف التزام كبير جدا من لعبة النادي الأهلي آه يمكن الفوز بيجي بصعوبة شوية لكن ده المهم إنك تفوز بالمباراة لإن كل مباراة زي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي كل مباراة مطالب بالتلاث نقاط ولا غير فده بيحط ضغط على اللعبين بيحط ضغط على الجهاز الفني عملية الروتيشن دخول وخروج اللاعبين عشان لعيبة تاخد جزء من الراحة عشان تشارك في المباراة اللي بعدها فالحقيقة حسابات كثيرة جدا جدا بيتمر باللعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي وكل الناس الموجودة في النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله نستمر على منوال الفوز وده الأهم نحن إن شاء الله المتشاط اللي جاية نكسبها لأن بإذن الله إن شاء الله هتكسب كل متشاطك اللي جاية بإذن الله المؤجلة وتتصدر الدوري وأنتم كلنا عارفين وأن جماهير النادي الأهلي عارفة يوم ما النادي الأهلي بيحط رجله على المركز الأول ما بينزلش عنه ده الحقيقة كمان رغم البطولات الكثيرة اللي فاز بها النادي الأهلي لكن يبقى الدوري الممتاز أو الدوري المحلي كمان عنده اهتمام كبير جدا جدا من جماهير النادي الأهلي والجهاز الفني واللعيبة وأكيد مجلس الإدارة فالحقيقة ما حدش يقول يا جماعة طيب مش مشكلة الدوري السنادي إحنا نريح لا الكلام ده مش موجود في النادي الأهلي أنت كل بطولة مطالب أنك تخش وتكون بطل هذه البطولة البطولة الدوري العام بطولة مهمة جدا جدا للجهاز الفني واللعيبة والمجلس الإدارة والجماهير وإحنا الحقيقة في ظهر فرقتنا وإحنا في ظهر الجهاز الفني ويعني متفاهمين حتى بعض المباريات لما بتمر بمراحل دون المستوى شوية إحنا الحقيقة عذرين اللعيبة لأن اللعيبة عليها ضغوط كثيرة جدا جدا كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي في الفترة اللي جاية عندنا بطولات كثيرة في انتظار النادي الأهلي إن شاء الله نستجمع المشوار المؤسسين